السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو ححل معاكم نماذج إضافية لاختبار الاستماع للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وابل ما أبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو واشترك معايا في القناة ونبدأ بسم الله بالاختبار الاستماعي للصف الرابع الابتدائي سنقوم بقراءة الأسئلة وبعد ذلك نستمع إلى النص ونحل هذه الأسئلة استمع وبعد ذلك اختر الإجابات الصحيحة هل كينان كان عمره 8 أم 9 أم 10 يعني عمره ثمانية أم دسعة أم عشرة هو ماذا؟ هل هو happy boy؟ ولد سعيد sad boy ولد حزين أم angry boy ولد غاضب number three كينان has a cat fish parrot ماذا لدى كينان؟ هل لديه قطة أم سمكة أم ببغة؟ number four tim is blue and green blue and orange blue and red tim وهو الببغة الخاص بكينان هل لونه أزرق وأخضر؟ أم أزرق؟ وبرتقالي أم أزرق وأحمر؟ number five they are good ماذا؟ هما good friends صديقان جيدا أم good brothers أخان جيدا أم good classmates أصدقاء في الصف نستمع وبعد ذلك سنجيب على هذا النموذر this is ken he is ten he is a very happy boy this is his parrot his name is tim tim is big and fat he is blue and orange and he is hungry all the time ken and tim are good friends إذن بعد أن استمعنا إلى النص نجيب على الأسئلة ken أو كينان في الفيديو سمعنا أنه يقول ken وهو اختصار لكينان كينان is ten years old عمره عشر سنوات he is a very happy boy هو ولد سعيد كينان has a parrot كينان لديه ببغة tim is blue and orange الببغاء tim ألوانه هي الزرقاء والبرتقالي they are good friends هما صديقان جيدا ننتقل الآن إلى نموذج الصف الخامس الابتدائي هذا هو نموذج الاستماع للصف الخامس الابتدائي سنقوم بقراءة الأسئلة وبعد ذلك الاستماع والإجابة على هذه الأسئلة listen then choose the correct answers نستمع وبعد ذلك نختار الإجابات الصحيحة the dialogue is about the student's school أم student's home أم student day هذه المحادثة كانت تتحدث عن مدرسة الطالب أم منزل الطالب أم يوم الطالب كيف قضى يومه number two he gets up at هو يستيقظ في تمام الساعة five o'clock خامسة six o'clock سادسة أم seven o'clock السابعة add two o'clock he eats his lunch أم his dinner أم his breakfast في تمام الساعة الثانية هو يتناول ماذا يتناول غداءه أم عشاءه أم فطوره does he watch tv in the evening هل يشاهد التلفاز في المساء هل الإجابة yes he doesn't أم no he does أم yes he does he plays with his friends on هو يلعب مع أصدقائه في أي يوم friday الجمعة saturday السبت أم sunday الأحد لنستمع وبعد ذلك نجيب على هذه الأسئلة tell me about your day I get up at six o'clock what time do you eat lunch at two o'clock then I do my homework do you watch tv in the evening yes I do what do you do on saturday I play with my friends إذن بعد أن استمعنا إلى المحادثة سنقوم بحل الأسئلة the dialogue is about the student's day كانت المحادثة عن كيفية قضاء الطالب ليومه he gets up at six o'clock هو يستيقظ في تمام الساعة السادسة at two o'clock he eats his lunch في تمام الساعة الثانية هو يتناول غداءه does he watch tv in the evening yes he does نعم يشاهد التلفاز في المساء he plays with his friends on saturday ويلعب مع أصدقائه في يوم السبت هناك نموذج آخر استماعي للصف الخامسة الابتدائي أحببت أن أضعه لكم كي يستفيد منه الطلاب والطالبة هذا هو النموذج الثاني سنقوم بقراءة الأسئلة وبعد ذلك نستمع إلى النص ونحل الأسئلة I go to school at أنا أذهب للمدرسة في تمام الساعة هل five o'clock الخامسة eight o'clock الثامنة أم night في المساء number two I eat lunch at school أم home أم work أنا أتناول غدائي في المدرسة أم في المنزل أم في العمل number three I فراغ and فراغ in the evening ماذا أفعل في المساء هل have dinner and sleep أتناول عشائي وأنام في المساء أم I do my homework in the evening أم I watch TV and play games in the evening السؤال الثاني put tick أو علامة صح as you hear in the audio ضع علامة صح على ما تسمعه في نص الاستماع there is a restaurant the book store هل المطعم in the book store بداخل المكتبة أم next to the book store أم بجانب المكتبة there is a train station opposite the supermarket أم near the supermarket هناك محطة قطار أمام أو مقابل السوبرماركت أم بالقرب من السوبرماركت number three there is a table هناك طاولة هل الطاولة between the sofa and armature هل هي بين الكنبة والكرسي ذو الذراعين أم in front of أم أمام الكنبة والكرسي ذو الذراعين there is a rug هناك سجادة هل السجادة under the bed أسفل السرير أم behind the bed خلف السرير سنستمع وبعد ذلك نقوم بحل هذه الأسئلة what time do you go to school I go to school at eight o'clock where do you eat lunch I eat lunch at school what time do you come home I come home at three o'clock what do you do in the evening I watch TV and play games listen and point there's a restaurant on the corner next to the bookstore there's a train station opposite the supermarket and listen number one there's a table between the sofa and the armchair number two there's a rug behind the bed إذن بعد أن استمعنا إلى النص سنجيب على الأسئلة I go to school at eight o'clock I eat lunch at school I watch TV and play games in the evening there is a restaurant there is a restaurant next to the bookstore there is a train station opposite the supermarket there is a table between the sofa and the armchair there is a rug behind the bed في نموذج آخر كان هناك اختلاف في هذا السؤال there is a table هنا اخترنا أنه يوجد طاولة وكتبة between the sofa and the armchair وهنا أيضا there is a rug وهي السجادة behind the bed خلف السرير ننتقل الآن إلى نموذج الاستماع للصف السادس الابتدائي هذا هو نموذج الاستماع للصف السادس سنقوم بقراءة الأسئلة وبعد ذلك نستمع ونحل الأسئلة listen then choose the correct answers استمع وبعد ذلك اختر الإجابات الصحيحة number one the name of the boy is اسم الفتى أو الولد هو شادي أم شارلي أم جون the boy tells us about his الولد يخبرنا عن ماذا عن favorite sport عن رياضته المفضلة أم school عن مدرسته أم healthy life عن حياته الصحية he got فره points حصل على كم نقطة 52 أم 50 أم 25 he should do some chores أم homework أم exercise كان عليه أن يفعل بعض الأعمال المنزلية أو الواجبات أو الرياضة the boy must eat too much junk food أم should eat too much junk food أم shouldn't eat too much junk food الولد يجب عليه أن يأكل أو لا يأكل الكثير من الأطعمة السريعة لنستمع ونجب على هذه الأسئلة hello I'm Charlie let me tell you about my healthy life I got 52 points I think I live a very healthy life from now on I should do some exercise and I shouldn't eat too much junk food that's all إذن بعد أن استمعنا إلى النص نجيب على الأسئلة the name of the boy is Charlie the boy tells us about his healthy life he got 52 points he should do some exercise the boy shouldn't eat too much junk food هذه كانت النماذج الإضافية لاختبار الاستماع للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي هناك نماذج أخرى لاختبار الشفوي أيضا أحببت عن أضعها لكم للفائدة نموذج اختبار الشفوي للصف الرابع الابتدائي هو عبارة عن أسئلة سيسألها المعلم للطالب مثلا إذا قال له good morning صباح الخير سيجيب الطالب ويقول good morning what is your name ما اسمك سيرود ويقول my name is ويذكر اسمه what day do you like أي يوم تحب من أيام الأسبوع ممكن أن يقول I like Friday أو I like Sunday أو I like Saturday أي يوم ممكن أن يذكره الطالب what is the weather like today كيف هو الطقس اليوم سيجيب الطالب ويقول it's sunny today إنه مشمس وبعد ذلك عليه أن يقرأ هذه الكلمات الكلمة الأولى happy معناها سعيد fox الآن سأنتقل إلى نموذج الصف الخامس هذا نموذج الاختبار الشفوي للصف الخامس الابتدائي سيقول المعلم للطالب good morning أي صباح الخير سيرود عليه ويقول good morning what is your name ما اسمك سيرود ويقول my name is ويذكر اسمه what is this سيسأله ما هذه ويريه إحدى الصور هنا لدينا صورة محفظة إذن سنقول it's a wallet إنها محفظة what do you do on Saturday ماذا تفعل في يوم السبت كل شخص سيقول ما الذي يفعله في يوم السبت هنا مثلا سنقول I play with my friends ممكن شخص آخر يقول I do my homework أنا أحل واجباتي هنا مثلا صورة غرفة النوم إذن سيسأل المعلم الطالب ويقول this is وعليه أن يكمل الفراغ إذن سيجيب ويقول bid room إذن إنها غرفة النوم يمكن للمعلم أن يريه أي غرفة من غرف المنزل ويسأله عنها أما هنا فعل الطالب أن يقرأ هذه الكلمات الكلمة الأولى book store أي مكتبة pilot كابتن الطيار sunny مشمس spider عنكبوت pencil قلم رصاص kitchen مطبخ ننتقل الآن إلى نموذج الشفوي للصف السادس الابتداء أيضا سيسأل المعلم والطالب ويقول له good morning صباح الخير سيرود good morning where are you going إلى أين أنت ذاهب مثلا I am going to Riyadh أنا ذاهب إلى الرياض which subject do you like most this year أي مادة من المواد التي تحبها أكثر شيء هذه السنة كل طالب سيذكر اسم المادة التي يحبها أكثر شيء هذه السنة مثلا this year I like English هذه السنة أنا أحب مادة اللغة الإنجليزية ممكن this year I like math هذه السنة أنا أحب الرياضيات هكذا what would you like to drink ماذا تحب أن تشرب ممكن أن نجيب ونقول water الماء أو orange juice عصير البطقال أو apple juice وغيره من الإجابات وهنا على الطالب قراءة هذه الكلمات box صندوق flower store محل الورود elementary school مدرسة ابتدائية bus stop موقف البساط girl فتى box store المكتبة والآن وصلت إلى نهاية الفيديو إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو وضغطوا على الزر اللايك لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعيلوا جرس التنبيه وشكرا ترجمة نانسي قنقر